وننطلق إلى مركز عمال للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية الذي أعلن عن المشاريع الفائزة في مراثون الأفكار للتنوع الإحيائي منافع وحقيقة هناك إشادة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي تويتر بالتحديد بهذه الفعالية بفعالية منافع وبالمشاريع التي شاركت فيها وفي هذه الدقائق معنا الأستاذ عبدالله بن إهلال لبلوشي موجه مشاريع بالفعالية وأخصائي البيانات الوراثية بمركز عمال للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لمجلس البحث العلمي أستاذ عبدالله صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا صباح النور بإختي العجيزة وبالمستمعين الكرام الله يسلمك منافع هذه النسخة الثانية من هذه الفعالية وهناك فعلا توجيه للاهتمام ببعض النباتات في بيئتنا المحلية وأيضا لكيفية استغلالها لإنتاج علاجات أو مواد صديقة للبيئة فنتحدث عن منافع في نسخته الثانية كيف سارت هذه النسخة ثم بعد ذلك عن المشاريع التي فازت نعم في البداية نشكركم على المستضافة طبعا مثل ما تفضلتي وذكرتي أن هذه النسخة الثانية من البرنامج هذه النسخة كانت أكثر تطورة من النسخة الماضية طبعا هدف برنامج منافع هو أن تمكين الأفكار الابتكارية التجارية المعتمدة على التنوع الحياي كمورة خاملها عندما نقول تنوع الحياي نعم نحن نشمل جميع الكائنات الموجودة على الأرض السلطنة أو في البيئة نعم من كائنات بحرية أو نباتات أو حتى كائنات دقيقة وأيضا الحيوانات الموجودة كلها فيها منافع إن شاء الله في نهاية الأمر نعم أكيد طبعا المنافع طبعا السلطنة في البداية تزخر بالعديد من تنوع تنوع حياة فريدة بسبب تنوع تطاريس الموجودة عندنا جبال عندنا بحار سواحل ممتدة على طول 3000 كم مربع عندنا صحاري عندنا سهول هناك تنوع كبير هذا التنوع يجب أن نستفيد منه الاستفادة الحالية الموجودة منهم فقط فيه يمكن يكون كغذار الإنسان بسبب وأيضا كنوع من السياحة اللي يجب أن يكون السياحة البيولوجية فالبرنامج المقصد بالنوع أنه كيف نستفيد من هذه الكائنات المتوفرة على أرض السلطنة بمنتجات ممكن أن تكون تجارية واقتصادية وطبعا بما لا يمس باستدامة هذا المورد الموجود على أرض السلطنة فمنافع يوفر العديد من الفرس للشباب طبعا منافع يوفر منصة لعرض ووصق الأفكار وتحويلها إلى مقترح أو مقترح منتج أيضا هو يربط أصحاب هذه الأفكار مع حاضينات متخصصة لتطوير المنتج وإن شاء الله بعد أن تم تطوير نموذج أول منتج البرنامج سيربط هول الشباب وأصحاب الأفكار مع مستثمرين وأصحاب الأموال من أجل تمويلهم وأن يكون منتجهم في السوق نعم يعني فيه جانب أيضا من ريادة الأعمال في منافع نعم أكيد هو في نهاية الأمر ريادة الأعمال يعني تجيع الشباب على أن ننخراط في الأعمال التجارية الموجودة على الأرض السلطنة نعم طيب ماذا عن المشاريع الفائزة هذا العام؟ هناك أربعة مشاريع فنتعرف عليها من خلالك أستاذ عبد الله نعم طبعا في البداية هو اللي تم تسجيل طبعا فتحنا التسجيل في مايو لهذه السنة وتم تسجيل حوالي 56 فريق بواقع 170 شخص يعني بمعدل تقريبا ثلاثة أشخاص لكل فريق تم عملية الفرز الأول والفرز الثاني يعني وتم فرز يعني المنتج النهاي كان 15 فريق 15 فريق دخلوا في 48 ساعة أو مرة ثون 48 ساعة ما يسمى لمدة يومين هذا اليومين كان هناك العديد من الموجهين سواء الأكاديميين أو أيضا من الجانب التسويقي والجانب الهوية ليعني يعني تطوير هذه الأفكار وجعلها أكثر قابلية لأن تكون في السوق بعد اليومين هذه طبعا كان لدينا لجنة تحكيم للأفكار ويعني الصفوة كانت تعرفة الأفكار تم الإعلان عنها أمس تاريخ 1 أكتوبر وهذه الأفكار هي نيم لاين اسم الفكرة كانت نيم لاين وهو إنتاج الزيت من بدور شجر النيم وهو تعرف عليه شجر الشريش بالعماني هذا الزيت مهم جدا لأنه يدخل في صناعة دوائية وفي صناعة تجميل وإلى آخره نعم أيضا عندنا الفكرة الثانية الميسم وهو عبارة عن سائل غسيل يعني ملابس من الأشجار من الأشجار وهو غسيل ملابس طبيعي لا يوجد بها أي كيمويات ممكن أن تؤثر على بشرة الشخص العادي نعم الفكرة الثالثة كان بالمدي أف وهي عبارة عن إنتاج ألواح خشبية مدي أف من مخلفات النخيل وهذا أيضا فكرة رائدة وإن شاء الله نتمنى للتوفير نعم أيضا الفكرة الرابعة للأخيرة كانت منه وهو تصنيع كياس الشاي من نبات الخيار المر وهو نبات موجودة على رسالطان يعني زراعة الكميات كبيرة لكن استغلال يكون من الفرد العماني خاصة الخيار المر غير عن الخيار اللي يعني يؤكل في السلطة لا غير غير الخيار المر هو نوع من القرع نوع من نباتات القرع لكن يسمى الخيار المر ويتم تحويله إلى شاي إلى طريقة مثل أكياس الشاي مثل الحنضل يعني ولا غير لا 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 هو يعني فاكهة أو أخضار يؤكل لكن أكثر الذي يأكلوه من دول شرق آسيا نعم لكن هو جدا مفيد في عملية التحكم بالسكري نعم فهو مفيد جدا لمرضى السكري نعم طبعا كل هذه الأفكار نتمنى أن شاء الله التوفيق نحن بنتابعها خلال الأشهر القادمة نحن عنا تعاون وشراكة مع شابعة سلطان نعم الحاضن العلمية في جامعة سلطان قاووس مركز الابتكار ونقل التكنولوجي لتحويل هذه الأفكار إلى منتجات حقيقية إن شاء الله أن نحن خلال ستة شهر بنشهد أن المنتجات موجودة في السوق بإذن الله طبعا هذا كله بجهود الجميع طبعا المركز هو يعني جهة واحدة في السلطان لكن إن شاء الله بتعاون الجهات المختلفة نحن بنوصل هذه الشباب وهذه المنتجات إلى السوق بإذن الله هذا المطلوب يعني منها ما تبقى أفكار تقدم لمسابقة وينتهي الأمر يعني إنها فعلا تتحول منتجات إلى السوق صحيح كما إحنا بلغنا طبعا الفائزين أمس أنه هذا مش هو النهاية تكريم ما النهاية تكريم بداية المشوار يعني من اليوم بداية المشوار أنه هذه الأفكار يجب عليها أن تكون في السوق إن شاء الله بإذن الله يعني المركز بيكتحد مع الشركاء أو الموجودين سواء في جامعة سلطان قابوس أو في المؤسسات الأخرى الذي ساهم إن شاء الله أن يتكون هذه الأفكار أو المنتجات التي تستخلطون هذه الأفكار في السوق إن شاء الله إن شاء الله ماذا أيضا عن تدشين تطبيق تجميع وأهمية هذا التطبيق أيضا بالنسبة للتنوع الإحيائي في السلطنة نعم طبعا هذا التطبيق هو فكرة رائدة وابتكار من المركز نفسه هدف التطبيق هو أن يشراك المجتمع المحلي الأفراد العاديين في المشاركة والمساهمة في عمل قواعد بيانات وطنية للتنوع الموجود على رضا السلطنة يعني خلال سنتين ماضيتين عملنا كثير أن نتواصل مع الجهات المختلفة لجمع البيانات على أساس أن إن شاء الله يكون لدينا قاعدة بيانات وطنية موثقة لكن كما هو معلوم أن البيانات دائما ما تكون مشتتة وغير مركزة فواجهنا الكثير من الصعوبات لعمل هذه القواعد البيانات طبعا نحن نتقدم فيها لكن التقدم يكون بطيف العادة فأيضا فتحنا باب للمجتمع المحلي والمهتمين وأيضا للناس اللي هو أن يساهموا في قاعد البيانات الوطنية من خلال هذه التطريق نعم طبعا التطريق فيه شقين الشق اللي نسميه المستخدم العادي والله هو الهاوي أو المستخدم أو صاحب المكان وممكن أنه ينزل التطريق ويكون له رقم تسجيل معين ويبدأ في تسجيل أو تصوير الكائنات أو التنوع الوراثي الذي حوله ويبدأ في إرسالها طبعا بيكون فيه هناك أيضا نوع من تصفية هذه البيانات والتأكد منها ومن دمها ثم رفعها في قواعد البيانات قبل أن تكون متاحة للجميع أما الشق الثاني اللي هو مهم جدا يعني في التطبيق أنه هناك شق فني يعني تطبيق يكون محصور فقط للجهات المعنية بجمع البيانات البيولوجية أو تنوع الاحياء السلطنة وهذا يكون متحكم فيه أكثر ويكون أيضا قواعد البيانات معتبرة ومثوقة أكثر نعم إن شاء الله نتمنى يعني تطبيقها كذا يجد صدى عند المستخدمين والمهتمين بالنباتات أو بالكائنات الحية الموجودة على أرض السلطنة إيش خلفيات الشباب المشاركين في هذه المشروعات يعني خلفياتهم العلمية أخوي عبدالله طبعا هنا البرنامج فتح للشباب العمانيين وأيضا المقيمين على أرض السلطنة ممتاز الذين يعني عمارهم أكبر من 18 سنة وبالتالي هو مفتوح الجميع لكن اللي لاحظنا من الإحصائيات الموجودة أن معظم الشباب كان يعني المعدل بين 23 إلى 27 إلى 28 سنة فبالتالي يعني كان فعلا يعني هذه اللحظائية جدا مؤثرة ليش لأنه معظم الشباب كانوا في السنوات الأخيرة نعم الدراسات الجامعية نعم الدراسات الجامعية وبالتالي هذا يفيدهم جدا يعني أكي وعطاهم الحماس الأكثر أنه فتح لهم مجال يعني تعرفي في ظل يعني عدم توفظ فرص عمل كبيرة في الدولة في السلطنة فهذا يعني مجال أو فرصة لهم لإثبات نفسهم وأيضا أن يكون عندهم مشروع من خاص الذي ممكن إن شاء الله يعني يكون لهم مردود يعني اقتصادي عليهم وعلى أسرهم أكيد أكيد يعني إحنا لما نسافر نشوف مثلا الدولة التي فيها هكذا ثراء في النباتات أو الكائنات الحية نجد مثلا صابون أو أدوية أو منتجات يعني وتكون فاعلة ويعني غير الماركات العالمية والبراندات يعني تكون مثل بيئة محلية شيء محلي يعني معروف بدولة معينة فجميل مثل التفاة مثل هذه الأفكار وغرس هذه الثقافة عند الشباب خاصة أكيد أغلبهم يعني يدرس علوم زراعية وعلوم بحرية يعني هو متخصص في النهاية شباب متخصص نعم طبعا يعني نوه أن معظم الفريق الفرق يعني كان من الأعداد المشاركة كان من ثلاثة إلى خمسة في كل فريق يكون فيه واحد متخصص في الجالبي التكنولوجي مثلا أو متخصص في الأحياء أو متخصص في التسويق أو متخصص في الهوية فيكون هناك تنوع يعطي قوة للمنتج نفسي يعني في نهاية الأمر نعم إن شاء الله اتمنى كل التوفيق لكل شبابنا ونرى أيضا النسخة الثالثة من منافع وتكون إن شاء الله نسخة أكثر تطورا وأكثر استيعابا للشباب شكرا جزيلا لك الأستاذ عبدالله بن أهلال البلوشي موجه مشاريع بفعالية منافع وأخصائي البيانات الوراثية بمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لمجلس البحث العلمي شكرا جزيلا لك الأستاذ عبدالله شكرا لكم جزيلا ولان نشكر الداعمين للبرنامج شركة الأسماء العمانية وأيضا شركة الغاز المسال وأيضا جامعة سلطان القابوس ممثلة في مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا وأيضا دعم المسر في ميثاق للصرفة الإسلامية نعم كل الشكر لهم جميعا شكرا مرة أخرى لك وأخي عبدالله ويومك سعيد يومكم سعيد الله يسلمك